ازايكم عاملين ايه يا ربك وانا بخير النهاردة هنتكلم على برج الميزان وهتكلم اكتر على نصايح مهمة كثير تخص شهر نوفمبر العام 2021 مبدئيا برج الميزان احنا عندنا من خلال النصايح فيه حاجات كتير جدا جدا رغم ان احنا عندنا شهر على فكرة ايجابي جدا ومتميز كثير ومليء بالاشياء السارة ومليء بالاجابية الى ان عندنا فيه نصايح تلزم علينا بليه ان احنا عايزين نحافظ على الاجابية عايزين نحافظ على الاستقرار يبقى لازم ناخد بالنا من بعض الامور اللي هي اولا انت عندك طاقة حسد غريبة جدا عندك ان فيه حاجة كتير فيه عيون متسلطة عليك جدا جدا فيه حد بيسأل عنك اش معنى ليه ازاي يعمل هو كده مش عارف ايه ايه ياخد هو ايه ليه ازاي فعندك ده فيه شغل مقارنات كبيرة جدا جدا ما بينك وما بين احد الاشخاص بسبب ان احد الاشخاص هاري بيحطك في المقارنة دي مش انت لحظت نفسك فاذا ده بيكون برضو نبع عن الحجد نبع عن الغيرة نبع عن كره او نبع عن ان انت احسن وافضل طيب الفكرة في ايه بقى يعني انا عرفتك ان فيه حسد وفيه غل وفيه الكلام ده كله علي ان انا احصل نفسي علي ان انا اخد بالي كويس اوي علي ان انا داري كويس اوي علي ان انا اصراري معايا جدا علي ان انا اكون محصل نفسي بي ان انا اداري التحصين مثلا بالقرآن تحصين بحاجات كتيرة جدا عندنا أكتر من شيء نقدر نحصل نفسنا به فإحنا محتاجين ده جدا يا بورك الميزان دي أول نقطة لأنها مهمة جدا جدا طيب النقطة رقم اثنين وهي أن أنت لازم تكون واخد بالك كتير من الأمور المالية فكر كويس أوي قبل أي قرار مالي أو أن أنت تدفع فلوس أو تدخل في أسهم معينة خلي بالك كتير لأن حد عايز يستنزف منك الأمور المالية حد عايز ياخد منك أكتر حد عايز أنه هو يطلع من وراءك بمصلحة أكتر فخلي بالك كتير أنك تكون سلعة في إيد حد خلي بالك كتير من أن أنت حد يكون بيستغلك من الشأن المالي خلي بالك كتير من أن أنت تتصرع بدفع فلوس أو تتصرع و أمر ما يخص الأمور المالية فلازم تكون حريص جدا يا بورج الميزان بورج الميزان الحاجة رقم تلقيتها وهي أن أنت عندك الوضع الصحي لازم تكون حريص كتير عليه وجهام الافتامينات نفسي بيطامينات لتأكيد مشكلة صحية بالفعل عايز ان انت تعالجها اهتم كتير بالامور الصحية يا برج الميزان اهتم كتير بالامور الصحية اهتم كتير بالامور الصحية فكرة اللامو بلا مش قلطف حاجة طيب بالنسبة كمان ليه النصيحة اللي بعد كده وهي ان انت عايز يا برج الميزان تدلع نفسك ازاي اقولك محتاج كتير ان انت تدلع نفسك يعني لما انا اكون عايز حاجة اعملتها محتاج كتير ان انا اغير جوا محتاج كتير ان انا اعمل حاجة جديدة في حياتي محتاج كتير اني اني اطور من نفسي اني لما اشوف نفسي ابقى معجب بها جداً انك انت تشوف style جديد انت بتمر به يعني حاول ان انت تبقى فيه فكرة style الجديد فكرة ان انت تبقى مهتمة اكتر بشكلك بمظهرك بstyleك بالاجواء الخاصة بيك جداً جدا باني انت تكون معجب بنفسك بانك تدلع نفسك انك تهادي نفسك يعني اجيب لنفسك هداية فانت محتاج كتير انك تعمل ده محتاج انك انت تبقى متدلع محتاج تطور نفسك جدا يا برج الميزان طيب برج الميزان من أكثر حاجات برضو اللي انت بتفكر فيها ان انت محتاج تفكر في الكلام اللي انت بتقوله قبل ما تتكلمه خاصة في الأمور المهمة والحاجات اللي ليه علاقة بمشاكل أو عتاب أو أجواء تصالح يعني لو انت بتحاول ان انت تتصالح محد أو مواضيع مهمة ليه لان عندك بعض التوهان شوية التوهان ده بيكون عندك معظمه بنهار الأيام يعني حاول على قد ما تقدر ان انت تبقى مركز كواسي اسكت أكتر واسمع أكتر محتاج كتير ان انت تعمل ده كل ما هتقول بتتكلم قليل كل ما هيكون أخطائك قليلة لان معظم الأخطاء الخاصة بيك برج الميزان جاي عن طريق الكلام انك ممكن تقول كلمة تقع بيها ممكن تقول كلمة تندم عليها ممكن تقول كلمة فانت بتطلع أسرارك بيها برا ممكن تقول كلمة تتفهم حاجة تانية فلازم تكونوا حارسين جدا جدا من الكلام اللي بتقولوه لا ان احنا نتفهم غلط بقى ليه ان احنا حد يعرفت حياتنا فيه ان احنا ما نخسرش الأجواء دي كلها لازم تكونوا اخد بالك جدا منها طيب برضو من ضمن النصايح انت عندك نصيحة تانية مهمة كتير جدا جدا وهي ان انت محتاج انك تسعى أكتر محتاج ان انت تركز أكتر في ما سعيك محتاج كتير ان انت تحدد مشوارك محتاج ان انت تحدد الخريطة بتاعتك محتاج ان انت تحدد خطتك محتاج ان احدد انا عايز اعمل ايه عايز اوصل ايه ايه الهدف الخاص بيا ايه الفكرة اللي انا عايز اعملها فانت محتاج كتير تعرف دماغك انك تتعرف على نفسك يعني بكل بساطة انت محتاج ان انت تقعد مع نفسك كده وتعيد ترتيب دماغك من تانية اوهات ورقة او قلم ايه اللي انت محتاجه ازاي اوصل اللي انا محتاجه الاخرين مؤمنين بيا ولا لا هل انا شخص كويس او قوي ولا لا حاول ان انت تفهم نفسك اكتر وتعرف على نفسك اكتر صدقني صدقني ده هيضيف ليك كتير كل ما انت تعرف نفسك اكتر هتعرف تتعامل مع نفسك عارف بالضبط زي ايه زي ما انت بتعرف تتعامل مع شخص صديق او ابنك او بنتك عشان خاطر انت مربيهم انت عارفهم انت تعملت معهم كتير حاول ان انت تعرف نفسك اكتر احيانا انت مش عارف نفسك فبالتالي ما بتعرفش تتعامل مع نفسك صح بالتالي ما بتعرفش تستغل الفرص الانسب ليك بالتالي ما بتعرفش تقول الكلام اللي هو الانسب لشخصيتك بالتالي بتبقى المفهوم دايما غلط فلازم ان انت تعرف نفسك اكتر يا برج الميزان لازم تعودوا مع نفسكم كتير تعرف ايه احتياجاتك عشان اسعى ليها اكتر او بالشكل اللي هو ينفع كتير نفسي فانت محتاج جدا جدا النقطة دي يا برج الميزان برج الميزان كمان محتاج ان انت تثبت امور اكلك او نظام اكلك نظام شربك نظام نومك فكرة تنظيم الوقت فكرة تنظيم الوقت كل ما انت هتكون عندك فكرة ان التنظيم للوقت جدا كل ما انت هتكون على بر الامان اكتر فحاول على قد ما تقدر ان انت تثبت موعيد اكلك عشان قاطر عارف لما بتيجي تاكل وتنام فتحس ان بطنك منتفخة كده عشان انت تثبت حالتك الجسدية او الصحة الجسدية فعليك ان انت تثبت نظام اكلك وكمان الاكل اللي انت بتاكله عشان يثبت نظام فكرك وعقليتك وتركيزك مشروباتك كذلك الامر بالنسبة لك موعيد نومك عشان تبقى فاي عشان تبقى راي عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه بتتصرف ازاي ففكرة التزامك بالموعيد سواء للأكل للمشاوير للخطوات فكرة التزامك بالوقت الاين كان ايه دي هتكون شيء مهم كتير لك بورك الميزان من اكتر برضو النصيح اللي انا عايز اوضحها لك هي ان انت حاول دايما يبقى شكلك انا قلتلك انك تهتم بهم دلع نفسك وتطور من نفسك بس عارف لما كل ما يبقى شكلك انت راضي عنه ومعجب بنفسك اكتر ده بيخليك ان انت على ثقة بنفسك اكتر وبيخليك على قدرة على التعامل مع نفسك اكتر او مع الاخرين او مع المواقف اللي حواليك بالزبط فحاول على قد ما تقدر ان انت لما تيجي تدلع نفسك تبقى معجب بنفسك تبقى شايف نفسك لا واو لا انا حد جامج جدا واو اوي حد مش عارف اياوي فعندك انت محتاج كتير النقطة دي جدا يا بورك الميزان بورك الميزان برضو بالنسبة لك حاول ان انت تقرب من الناس اللي حواليك وحاول ان انت تهديهم حاول ان انت تبقى واقف معاهم تساندهم تساعدهم في شيء هم رايدينه او محتاجينه حاول ان انت تكون امان لبعض الاشخاص لان كل لما بتكون امان لبعض الاشخاص انت بتبقى امان لنفسك انت بتبقى امان لنفسك انت لانك بتحس ان انت اقوى وكمان في نفس الوقت ان انت الشخص اللي انت بتساعده هو بيكون عايز يساعدك فأنت بتكسب شخص بتكسب أمان شخص بتكسب حب شخص لك فإذا أنت عندك النقطة دي جدا جدا يا برج الميزان وهي أن انت ادعم الآخرين قرب من الآخرين هادي الآخرين كل ما تعمل كل ده بتكسب أصدقاء بتكسب ود بتكسب احترام بتكسب قوة في الشخصية بتكسب ثقة في النفس المتوجدة جواك طيب برج الميزان برضو من ضمن الحاجات أو النصائح المتوجدة عندك جدا ان انت عندك فيه امور مهنية وعروض مهنية جديدة تمام حلوة او لكن انت بحتاج تفكر كتير فيها احذر من الرفض السريع واحذر من القبول السريع يعني مش اي حاجة اقول اه اه ومش اي حاجة اقول لا فلازم اكون حريص جدا لازم اكون حريص على درجة تواصلي مع الاخرين زي ما قلت لك كده تخلي بالك من كلامك كويس اوي لا كمان خلي بالك بدرجة القرب في العلاقة كويس اوي ما تبقاش قريب من حد خلي دايما درجة قربك بالاخرين بس الاخرين اللي هما مش المقربين لك لان انت محتاج القرب الاجتماعي ومحتاج الامان بالناس ومحتاج ان انت تبقى سنة تقاوي لناس بس ابقى سنة تقاوي لناس بس مش فكرة ان انا اكون وصق في الناس يعني احذر من فكرة ان انا قصق في الناس دي اه احذر ان انا اكون قريب من الناس اللي حوالي اه بس الناس القريبين منك اللي هما من الدرجة الاولى انت محتاج قربهم يعني بص انا ماخد بالك انا في النصيحة عبارة عن ايه ان انت مش كل الناس اقرأي منها لا كل حاجة ليها حدود الى ان الناس المقربين لك بالفعل او الدرجة الاولى بالنسبة لك انت بحتاج القرب منهم قوي لان انت بحتاج ان انت تكون حاسس بسند وحاسس بعزوة بحتاج كتير ان انت تكون داعم قوي اليوم فيه كتير محتاج امانك وكتير محتاج الدعم منك وكتير محتاج ان هو يقرب منك بالفعل يا برج الميزان فحاول ان انت تكون سند قوي لبعض الاشخاص المقربين منك من الدرجة الاولى عامة برج الميزان أنا بتمنى كتير إن أكون فتوكم بتمنى كتير إن أنا أكون يعني عند حوص نظام لكم بتمنى كتير منكم إن أنتوا تكونوا مهتمين قوي قوي بالفيديوهات النصايح لإنها فعلا فعلا بتكون مهمة كتير أنا عن نفسي بخلي بالي كتير منها لإن أنا كنت بكتبها لنفسي في الأول من نوع على الفكرة لكيفة كتابها ويعني أعود أكتب الحاجات اللي أنا عايزات méisin انا أنصح نفسي بيها إن أنا اخلي بالي من هنا إيه لا منشو عارف ميمي لدرجة انا عندي اسماء يعني انا فيه حاجات كده لو وعد في ايه حد لا بالاسماء بالاسماء كده المهم انا بشكركم كتير واتمنى كتير ان اكون في التوكم ما تنسوشوا لعك وشيروا اشراك في قناة تفعيل الجرس سلام